مجزرة جديدة ينفك بها الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة العامودي في منطقة الفقورة في معصفة جبالية شمال قطاع غزة هذه المجزرة التي ارتقى على إثرها ثمانية شهداء الأب والأم وجميع الأولاد والجدة والأخ والزوجة وكل من كان بدافع هذا المنزل تم استفادهم بفعل هذه الضربة الصاروكية التي اطلقها الاحتلال الإسرائيلي في معسكر جبالية تحديداً في منطقة الفقورة مرأة جددارة حين أنا حصلت حالة صدمة بقول هذا حينما جاءت دارنا مش دارنا برحضة لكفت وراه لقيتش لا أخوي والله شو قال ومرته وولاد صغار القدل كفوله شو قال ولا الرحمة فش رحمة في قلوبهم والله ما في رحمة ضار أمين مرأة عجوز رجلة مقتورة راحت رجل راحت ومات أخوتي كلهم استشهدوا أخوي هاي جوا ردهم كل عليه فور مظل الشياء اللي حان طفرة صغيرة ما زنب الطفرة الصغيرة والأشلاء المتناثرة في القصب الصهيون في هذا المكان الصغير تم تجميع الأب والأم وجميع الأولاد في هذه أو في هذا الكفن الصغير وهو عبارة عن أشلاء متناثرة أنا نايمة ومرة نامة أنا عجوز جنبي بقيتم على مصاب هي كمان يعني مصاب وبتنام على السرير والنايم على الأرض وابن محمد وظهر لسه شهد كمان منه قد جوه بنايمة على نفس المكان وفيه كمان محمود بن بنام كمان جب نحن دورنا مضروبة يعني ونايمة قاعدين في منطقة زي غير دار اللي وراء مضروبة وفوق مضروبة دار اللي وابننا ومجمعين حنا الأربعة تحين الحين ابن هذا هو مرته ابن فوق وفيه اللي ولد هذا لسه شهد عشلاء هو مرته ولاد وقضل من الفوق شوية اسمعته واناهم اسمعت صوت دب وبيت الصوت نزل عليها العسر تقول يا عالم ياهو الحمد لله عجريص وحنا متحوب ويا عالم ياهو يا عالم ياهو محد السادة محد الصالة غابوا أو دخلوا واتربوا إذن هذا هو بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية لسيما في شمال قطاع غزة يتعمد الاحتلال الإسرائيلي بمحو عائلات كاملة من السجل المدني كما حدث مع هذه العائلة التي ارتقى الأب وجميع أبنائه في هذا المنزل محمود العوضية شمال غزة الميادين